المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن حكم الصوم وما يتصل به من شروط الوجوب وشروط الصحة والفرض والسنن انتقل إلى بيان حكم الفطر والمقصود بالفطر هنا الفطر في الصيام الواجب وهو صيام رمضان فذكر وما يلحق به فذكر فيه التحريم والوجوب والسنية أما التحريم فقال يحرم على من لا عذر له أن يحرم فطر رمضان على من لا عذر له يعني على من ليس له عذر في الفطر والعذر سيأتي بيانه وهو إما مرض أو سفر أو ما يلحق بهما من العذار كإنقاذ معصوم من هلكه أما العذران الأولا فقد جاء النص فيهما أو جاء النص عليهما في القرآن في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال بعد فرض صوم رمضان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن لم يكن له عذر لم يجز له الفطر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وأن من أفطر بلا عذر فقد أتى كبيرة من كبائن الذنوب واختلفوا في من أفطر بلا عذر هل عليه قضاء أو لا فذهب جمهور العلماء إلى لزوم القضاء وسيأتي هذا تفصيله وبحثه في ما نستقبل وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا ينفعه القضاء وهذا هو الأقرب إلى الصواب